لا يريدون العودة إلى العراق على الرغم مما يواجهونه من ظروف بلغة القسوة على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا آلاف اللاجئين العراقيين عالقون في طقص شديد البرودة يطالبون بالسماح لهم بالعبور إلى بولندا بوصفها إحدى دول الاتحاد الأوروبي وبينما أقرت وزارة الهجرة والمهجرين في العراق بعدم رغبة هؤلاء اللاجئين في العودة يؤكد بعضهم أنهم حاصلون على شهادات عليا ودرجات علمية إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على وظائف لأنهم لا ينتمون إلى أي من الميليشيات أو الأحزاب السياسية المسيطرة على كل شيء في العراق رجال ونساء وأطفال يفترشون الأرض ويستظلون السماء برغم البرد القارس بل يفتقرون كذلك إلى الطعام والماء فلا يجدون إلا قوات الجيش البولندي في مواجهتهم مانعة إياهم عبور الحدود وفي ظل تصعد الأعداد تحول الأمر إلى أزمة دولية فبولندا تتهم روسيا بتدبير موجة من المهاجرين الذين يحاولون الدخول بشكل غير قانوني عبر حليفتها بلاروسيا في محاولة لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي بينما يضغط المسؤولون الأوروبيون على حكومة بغداد لإيقاف تدفق المهاجرين من العراق إلى بلاروسيا ويضغوط التي أثمرت قرارا من الخطوط الجوية العراقية بإيقاف رحلتها إلى بلاروسيا لمدة أسبوع أزمة اللاجئين تتفاقم إذن على حدود الاتحاد الأوروبي وينشغل العالم بحل وقتي للأزمة بينما يغفل الجميع أو يتغافل أن إنها آزمات الفساد والميليشيات والمحاصصة الطائفية في العراق كفيل بإقناع العراقيين بالبقاء في وطنهم الذي سيكون في ذلك الوقت فقط وطنا حقيقيا لهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر